عقد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان حسين فهمي مؤتمرا صحفيا للأعلان عن تفاصيل الدورة الخامسة والاربعين من المهرجان والتي تقام خلال الفترة من الثالث عشر وحتى الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري وخلال كلمتي أكد الفنان حسين فهمي على مشاركة فلسطينية سينمائية بفيلم الافتتاح أحلام عابرة كما كشف عن المكرمين للمهرجان ومنهم الفنان أحمد عزة الذي يمنحه المهرجان جائزة فاتن حمامة للتميز والمخرج يسري نصرالة الذي يمنحه المهرجان جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر كما أعلن المهرجان عن تقديم جوائز مالية تشكيعيا لصناعها حيث تصل قيمتها لخمسة وعشرين ألف دولار تمنحه لخمس فئات وذلك دعما من المهرجان لصناع الأفلام العربية عندنا في المهرجان دايما بنكرم فنانين كبار وبحب قوي أن أنا أكرم فنانين مصريين لكل المجودات اللي بيقوموا بيها فهذا العام عندنا جائزة فاتن حمامة للتميز هتروح للفنان أحمد عز في عندنا أيضا المخرج الكبير يوسي نصرالة ببنديله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر دي مسابة أسبوع النقاط الدولي زي ما هو معروف دي مسابة للأعمال الأولى أو التانية لمخرجيها مسابة دولية للأفلام الطويلة زي ما قلت احنا عندنا تنوع كبير جدا عندنا سبع أفلام وممكن يبقوا تمانية لأن احنا ممكن نضيف فيلم خلال الأيام الجاية دي من أربع خرات عندنا أفلام عرض عالمي أول زي فيلم راديا المغربي عندنا أفلام كانت بتمثل دولها في مسابة الأوسكار زي فيلم القاتلة اليوناني اللهي أنا جدا سعيد بسمعته اليوم بالمؤتمر الصحفي تبع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بهاي المساحة اللي معطيها المهرجان للسينما الفلسطينية ولفلسطين خصوصا أنه عم بدو يعرض أفلام غزة من المسافة صفر اللي هم 22 فيلم قصير بين 3 ل 7 دقايق كل فيلم اشتغلوها مخرجين ومخرجات خلال الحرب الجارية حاليا وهي أفلام عم بيشاهدوها في كتير أماكن بالعالم وكتير مهرجانات مهمة في العالم عم تنعرض حاليا هاي الأفلام وحياردها مهرجان القاهرة